نعم بشار سنويا يحيي الإسرائيليون ذكرى المحرقة اليهودية الجانب الإسرائيلي يقول أنه يحيي هذه الذكرى لكي لا ينسى العالم ما حصل لليهود ولكن في السنوات الأخيرة يرى الإسرائيليون أنه هناك ارتفاع حاد في العداء لليهودية في العالم وكأن العالم لم يتعلم دروس المحرقة ودروس العام الماضي فقط نبذى عن بعض المعطيات هذه الصورة تتحدث هنا عن ملامسة الذكرى في هذه الإمرأة التي تلمس صور لضحايا المحرقة في أحد متاحف المحرقة نذكر للأبد وعلى صورة في معريب على صورة أحد معسكرات الإبادة الجماعية وهنا نشير بشار أن هذا العام للمرة الأولى يشارك وفد عربي من الإمارات في إحياء ذكرى المحرقة وفد مشترك إسرائيلي لكنهم شاركوا العام الماضي أمنهم أحيوا الذكرى هناك في الإمارات أحيوا الذكرى في الإمارات لكن هذه المرة الأولى وفي الماضي ذهب رجال دين من مختلف أنحاء الديانات إلى معسكرات الإبادة لكن في ذكرى المحرقة أن يتوجه وفد عربي إلى معسكرات الإبادة الجماعية في أوروبا هذا حدث لافت ومن ناحية الوزارة الخارجية الإسرائيلية هذا إنجاز لفكر المحرقة لسيما وأن بدأنا نتحذف وإذا سمحت لي العنوان الأخير في الجلوزة اليمبوست ذكرى المحرقة اليهودية هذا المساء وهذا المساء ستكون هناك خطابات لرئيس الوزراء ولرئيس الدولة ولكن لنعود إلى الموضوع إسرائيل تقول أن العالم لم يتعلم العبار من المحرقة وأن هناك ارتفاع حاد في حالات الاعتداء على اليهود في العالم على خلفية كونهم يهود على سبيل المثال في فرنسا سجلت في العام الماضي أكثر من 600 اعتداء على يهود فقط لكونهم يهود في نيويورك وحدها 214 حالة في لوس أنجلس قرابة 80 حالة في أستراليا هناك ارتفاع بنسبة 35% من الاعتداءات على اليهود في كندا سجلت أكبر عدد رقم قياسي في الاعتداءات على اليهود لماذا نقول أن إسرائيل ترى أهمية لمشاركة العرب في إحياء مراسم المحرقة وفي زيارة معسكرات الإبادة؟ إسرائيل تقول أنه يجب فصل أي بعد سياسي لقضية المحرقة وأن قضية المحرقة هي قضية فضاعة إنسانية يجب التضامن معها بغض النظر عن خلافات سياسية وبما أن المعهد لأبحاث اللاسمية في العالم يعتبر أن جزء كبير من الاعتداءات على اليهود في العالم مصدرها مهاجرين من أصول عربية وإسلامية إذا كان في الماضي اليهود يتعرض لهذه الاعتداءات بغالبيتها من قبل يمين أوروبي مسيحي أبيض متطرف ففي السنوات الأخيرة الاعتداءات جزء كبير منها يقوم به نفر من المهاجرين من أصول إسلامية وعربية لذلك ترى إسرائيل أهمية في توطين العلاقة بينها وبين دول عربية أيضا فيما يتعلق في قضية المحرقة نعم بالإضافة إلى هذه القضية نأتي إلى التهديد الذي تلقاه رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنت صحيفة هارتس لدي هذا العنوان رسالة تهديد بالقتل مرفقة بمغلف يحتوي على رصاصة أرسلة العائلة بنت صحيفة إسرائيل هايوم تعقب على ذات الموضوع في عقاب رسالة تهديد إزدادة الحراسة الشخصية لعائلة بنت أما صحيفة جروسي لما بوست فتقول تعزيز الحراسة عائلة بنت بعد تلقي تهديد بالقتل برأيك من الجهة التي تقف خلف هذا الأمر علي؟ يعني بشار قتل رئيس الوزراء في إسرائيل يتحق ربين عام 95 لأنه تجرأ وذهب إلى عملية سلام مع الجانب الفلسطيني صحيح أنه كان تحريض أيضا ضد رؤساء وزراء من الوسط ومن الوسط يصار شيمون بيريس وبراك وغيرهم ولكن الأجواء التحريضية ضد بنت تذكر برابين لأن معسكر اليمين يشعر أو يتهم بنت بأنه اختطف منه الحكم بأن هناك أغلبية يمينية في الكنيسة لكن بنت لأغراض شخصية ولتصفيد حسابات شخصية مع بنيمين نتنياهو اختطف حكم اليمين وحوله إلى الوسط وإلى اليسار في هذا التحالف الذي يقود الائتلاف في إسرائيل ويوميا يخرج الناطقين بلسان اليمين والقاضي اليمنيين ويتهمون بين الصارق والغشاش والدجال يعني عبرات بالفعل تحرضية ليس لها علاقة بأداء بنت كرئيسا للوزراء وإنما بشرعيته كرئيسا للوزراء هل أنت يا نفتالي بنت فزت بسبعة مقاعد وهذه المقاعد صوت لك الناس لأنك من اليمين تقوم بخيانة اليمين وتذهب لهذا الائتلاف الذي من وجهة نظر المعارضة اليمينية يهدد الهوية الدينية لدولة إسرائيل أرسلت إلى زوجته هذه الرسالة المحملة برصاصف إشارة لها قضية استقالة عاديت سلمان رئيسة الائتلاف والتي تعتبر أيضا من هذا الحزب كانت بمثابة الشرارة هناك تصعيد هي لم تكن شرارة التحريد بدأ من المخرجات اليوم الأول لهذه الحكومة ولكن لا شك أنا في اليوم الأخيرة ومع انسحاب سلمان هناك شعور لدى اليمين أنه بمزيد من الضغط يمكن أن نبعثر الأوراق ويمكن أن نذهب إما الانتخابات جديدة التي تعيد المينة للحكم أو إلى تشكيل حكومة جديدة يكون اليمين فيها وبني جانس ألمح إلى أن موجات التحريد قد تقود إلى اغتيال سياسي وفي اللغة العبرية يقول لك الحرام يعرف نفسه من الحديث عن السارقة دون أن يذكر هو بشخصه من الذي رد على جانس؟ رد يئير نتنياهو نجل بن يمين نتنياهو بين السطور مقربو بنت وأعضاء الحكومة الحالية يتهمون بطبيعة الحال بن يمين نتنياهو واليمين المتطرف بالتحريد على القتل لذلك جاء رد يئير نتنياهو نجل نتنياهو الذي قال أننا نحن أيضا كعائلة نتنياهو وعائلة يمنية تعرضنا للتحريد ولكن لا شك زيادة الحراسة على نفتالي بنت تعكس قلق إسرائيلي حقيقي من أن يأتي متطرف يميني ويحاول التعرض جسديا لرئيس الوسرى تكرار سيناريو اتحك رابين نأتي إلى صحيفة معارف طائرة إسرائيلية مسيرة أسقطت في سوريا وهو يأتي ضمن العمليات شبهة اليومية تقريبا لإسرائيل في الأراضي السورية اللافت أنها تأتي في ظل أيضا توتر روسي إسرائيلي فالسؤال هل هناك علاقة بهذا التوتر لإسقاط الطائرة الشرعية لا نعرف هل هي أسقطت أم سقطت بسبب خلل فني لأنه نرى في الآولة الأخيرة تمادي من الجانب السوري في الرد على هذا القصف الإسرائيلي المتكرر كما أشرته الجانب الروسي يقوم بنشر الأخبار والتفاصيل القصف الإسرائيلي وكأن هناك هذا المواجهة الروسية الإسرائيلية تأخذ أيضا الجانب السوري لم يعقب على الموضوع على صحفه طيب إلى صحيفة إسرائيل هايوم شكوك حول تورض حزب الله أحبطت محاولة تهريب أسلحة من لبنان نعم الحديث يدور عن سلاح بما يقارب المليون شكل أي أكثر من 300 ألف دولار نحن نتحدث عن عشرات المسدسات والسؤال والقنابل اليدوية يعني هناك شكوك من أن يكون حزب الله يقف خلف هذا التهريب ولكن لنوضع هناك مئات ألاف قطع السلاح المرخصة في إسرائيل فقط لدى العائلات العربية في المجتمع العربي وجزء كبير الجزء الأكبر من هذا السلاح يأتي بالتهريب عبر الأردن وعبر لبنان والجزء الآخر من مصروقات القواعد العسكرية الإسرائيلية وحتى الآن في كل السواد الأعظم من الحالات اتضح أن هذا السلاح المهرب يستخدم في قضايا جنائية لا علاقة لها لا بحزب الله ونسبغت السلاحة لهديثها أيضا عن تورد حزب الله في تهريب مخدرات وهي تهمة لطالما لاحقتها صحيح 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 يعني ليس سر أن حزب الله يحاول إصال أسلحة لجهات يعتقد أنه يمكن أن تعمل معه ولكن لا يمكن اتهام حزب الله أنه يقف خلف كل محاولة تهريب أسلحة لأنه كما قلت هناك مئات ألاف قطع السلاح من المسدسات وحتى الأربيجيهات الموجودة في إسرائيل وجوز كبير منها يصل من لبنان ولا يستخدم لأغراض أمنية وإنما لأغراض جنائية نعمل الصحفة الأيام الفلسطينية استشهاد شاب رصاص الاحتلال في أريحة وإصابات خلال مواجهات في قلقيلية وقباطي وهنا نرى أن المواجهات متزال مستعرة بين أجهام فلسطيني والقوات الإسرائيلية في الضفة الغربية نعم وكان قتيل في أريحة صباح اليوم قتيل في اشتباكات في جينين ولكن المصادر الإسرائيلية تقول أنها تلمس تعاون من قبل السلطة الفلسطينية للسيطرة على الوضع في الضفة الغربية ولكي لا ينفجر الوضع الأمني هناك نعم نبقى في نفس الشأن الفلسطيني الإسرائيلي صحيفة جروسلم بوست المعتقلون الإداريون يقاطعون المحاكمة منذ ديسمبر الماضي هذا ليس بالجديد بين الحين والآخر نسمع عن أن المعتقلين الإداريين يحتاجون على استمرار اعتقالهم بالمناسبة إسرائيل مؤخرا تستخدم أداة الاعتقال الإداري ليس فقط ضد فلسطينيين من الضفة الغربية ولكن ضد الموطنين عرب في إسرائيل وفي حالات نادر أيضا ضد متطرفين من اليمين السيطاني الإسرائيلي نعم إلى الصحيفة بالأخص بعد العمليتين التي يقف خلفهما عربيان من إسرائيل في بئر السبع وأيضا في منطقة أخرى إلى الصحيفة الأيام الفلسطينية تقارير سلطات تركيا بدأت ممارسة الضغوطات متعددة على نشاط حماس إسرائيل يوم تتابع توتر بين حماس وتركيا أعضاء التنظيم الطريض من الدولة هل هنا علي نرى أن ثمار التقارير الإسرائيلية التركية أين عدت؟ إسرائيل أوضحت لتركيا لكي نطوي الصفحة بشكل كامل تتوقع إسرائيل من أنقرة أن تقوم بطرد حركة حماس وقادة حركة حماس من أراضيها وبالدرجة الأولى تطالب إسرائيل بأن لا تستخدم الأراضي التركية كمقر لانطلاق عمليات أو للتخطيط لعمليات ضد تضيف الصحف أن إسرائيل سلمت تركيا قائمة بالنشطاء والمسؤولين عن حماس هناك صحيح السؤال الآن في العام الماضي منح الرئيس أردوغان الجنسية التركية لعشرات النشطاء البارزين من حركة حماس الغالبية منهم هم من المقربين من رئيس المكتب السياسي للحركة السابق خالد مشعل نعم إلى صحيفة جروسلم بوست مع تضاوء الاحتمال للاتفاق النووي إسرائيل والولايات المتحدة تبحثين سبلا أخرى لردع إيران إسرائيل هيوم إيران على بعد أسابيع من تقصيب يورانيوم لقنبلة نووية وهنا نرى علي تضاربا في الأخبار والأنباء طارة نسمع أنهم يعني قاب قوسين أودنا من القنبلة أو تطوير المشروع النووي وطارة يقولون أن هناك خلافات كبيرة سوف تعرق لتوصل إلى أي اتفاق والسؤال بشار نتحدث عن تضاوء الاحتمال الاتفاق النووي ومن ناحية أخرى إسرائيل هيوم تقول على لسان مصادر أمريكية إيران على بعد أسابيع هل هذا يدل على أن الأمور وصلت إلى طريق مسدود أم أن هذه التسريبات كما يعتقد بعض الإسرائيليين مصدرها الإدارة الأمريكية التي تريد زيادة الضغط على إسرائيل